إذا كانت أدى تحدى مع سيلفا وعلا يسعد لأوقاتكم مستمعينا الكرام ورسالة يومية واليوم هو يومنا الخامس من رسائلنا اليوم لتعرف تحب حالك 30 يوم تحدي في حب الذات إذا قدرت تعرف تحب حالك رح تعرف تحب كل الناس ويكون عندك العطاء أكبر من العادة فعزيزي اللي عم تسمعنا اليوم إذا كنت أدى يلا تحدى اليوم مع علا شوقي واليوم مع اللايف كوتش وبيومنا الخامس من التحدي لحب الذات هل قادر إنه فعلا تدخل معنا التحدي وفعلا تكون بانتماء أكثر مع نفسك بحب أكبر لنفسك بداية نفس يعني مش يعني أنانية جماعة حب الذات هو مثل ما بيقولوا الوقود لحب الآخرين وحب الأشياء وحب العمل والاجتهاد للوصول والاستمرارية العديد 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 من المعاني اليوم علا يسعد لأوقاتك يسعد أوقاتك كيف بس بالله الفلسفة اللي بلشت فيها حلوة كلش كلش حلوة صح؟ مشكورة يا الغالية اليوم هو اليوم الخامس في حب الذات اليوم هو اليوم الخامس في تحدينا اليوم لكسر كتير من الظروف والواقع اللي ما زبنا فيه نحن فينا نعمل الواقع خشف صح لأنه هو بالنهاية أيضا الواقع هو الطريقة اللي ننظر بها للحياة شو عنا باليوم الخامس؟ أنا جاهزة للتحدي اليوم الخامس عندنا أكل الله هشوف اليوم هشوف هشوف إذا هو راحت نبسطوا عليه يلا أولي لنشوف طيب اليوم هو كل بواعي يعني ببساطة التحدي لهذا اليوم لما نجي نأكل على كل الوجبات فطور غدا عشا سناكس نأكل بواعي يعني شنو نأكل بواعي يعني نكون حاضرين بواعينا في هنا والآن نستشعر اللقمة لما نحطها بفمنا وحاول أصلا نمضخها عدة مرات يعني مو نأكلوا أحنا مجغولين بالموبايل أو مجغولين بالتلفزيون أو مجغولين بالحديث أو بالتفكير لا نحاول نكون واعين بالأكل اللي نأكله طبعا هذا الشيء ممكن تحسوا أنه حتى رح يخليكم تغيرون اختياركم للطعام اللي تاكله وممكن تغيرون كمية الطعام اللي تاكله لكن بغض النظر احنا مو هدفنا مثلا دايت أو شيء معين هدفنا فقط أنه نكون واعين بالأكل يعني ما نقاطع نفسنا بأشياء خارجية أخرى نكون حاضرين احنا والطعام نكون واعين باللقمة اللي ناكلها النمضخة أكثر من مرة نستشعر حتى طعامها ريحتها ملمسها إلى آخره يعني نكون مجرد أنه احنا نكون واعين بالطعام شو سر هذا التمرين وارتباطه بحب الذات؟ عادة من ضمن الأسباب اللي تؤدي إلى تدهور في الصحة أمراض معينة أو حتى السمنة المفرطة هي بأنه احنا ناكل فقط أنه احنا نريد نسد فراغ معين في الداخل يعني ما نكون واعين بالأكل اللي ناكلها دائما نكون يا أما نفكر يا أما شغلين نفسنا بموبايل تلفزيون صح أو عم ناكل لأنه ستريس أو عم ناكل لأنه في عنا فراغ وقت فراغ فهي أول مرحلة أنه نكون واعين بعدين رح نشوف أنه ممكن اختياراتنا رح تبدي تتغير بالطعام أو بكمية الطعام اللي رح ناكلها لأنه ما رح يكون مجرد نحاول نسد نقص بالداخل نحاول نغطي على شعور معين عن طريق الأكل فالمرحلة الأولى هي الوعي فنكون مجرد أنه احنا واعين بالطعام وبعدين رح نبدي نلاحظ نفسنا يعني دائما نكون مثلا لما دناكل الآن وصديقاتي أقول لهم أنه ما حسيت بالاكتفاء الاتفاء مو من ناحية الكمية وإنما من ناحية وما استطعمت بالضبط فلهذا نلاحظ أنه احنا نبدأ ندور على شيء آخر على المودة نحس من خلاله بأنه احنا أوكي الآن احنا راضين لكن هو لما نبدأ نصير واعين بهذا الشيء نبني كل زيادة نحافظ على جسمنا نحب حالنا أكتر واختياراتنا بالأكل أيضا رح تتغير رح نصير نحب الأشياء الهالثي أيوة ورح نستمتع على القليلة يعني أنت بتكون أكلت شغلي واستمتعت فيها مش أكلت بلعت ولا كأنك أكلت لا وأحيانا نهواية أنه مثلا أحنا عصبنا من شخص نروح نطلع قهرنا بالأكل مثلا فلما نصير واعين رح نعرف نفصل أنه الأكل ما لا علاقة بالشعور اللي أنا إذا أشعر به حاليا فهاي هي المرحلة الأولى الوعي بالطعام اليوم الخامس وتحدي يومنا لليوم هو كل بوعي كل بوعي إذا كنت أدى يلا تحدى إذا كنت أدى تحدى مع سيلفا وعولا